اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب حرص السلطة التشريعية على دعم وتعزيز التعاون البناء مع السلطة التنفيذية في كفة المسارات من اجل مضاعفة تحقيق الغايات العليا والمنجزات الوطنية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه واعرب معالي رئيس مجلس النواب عن بالغ التقدير وعظيم الامتنان للاشادة الملكية السامية بمستوى التعاون البناء والتنسيق المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق اهداف المسيرة التنموية الشاملة وذلك خلال ترأس جلالته ايده الله لاجتماع الاعتيادي الاسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر الاقضبية بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله مشيرا معالي رئيس مجلس النواب لان تعاون السلطتين باعتباره احد الاسس الراسخة لمسيرة التطوير والتحديث في مملكة البحرين وما يتم تحقيقه وبذله وانجازه من اجل الوطن والمواطن قد تحقق بفضل الدعم الملكي السامي والرعاية الحكيمة لكافة مؤسسات الدولة والتي يعمل جميع ابناءها وافرادها بكل اخلاص وتفان في وطن الاسرة الواحدة ومجتمع التكاتف والتعايش مشهدا معالي بالتقدير الملكي السامي لجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودور سموه الرائد في قيادة العمل الحكومي وتحقيق التطور والانجازات وفق منظومة عمل شاملة ومتكاملة وخطط استراتيجية فاعلة ومشاريع ومبادرات وبرامج نوعية ومنهجية عمل رفيعة حافلة بالخير والعطاء تضع المواطن البحريني دائما الركيزة الاساسية في البرامج الحكومية وفي التعاون البناء مع السلطة التشريعية وتفعيل التعاون مع القطاع الخاص من اجل رفع مستويات الانتاج والكفاءة وفتح افاق ارحب من الفرص النوعية لابناء الوطن